السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم طلابي وطالباتي أفضل ما نبدأ به درسنا لهذا اليوم هو الصلاة على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم اللهم صلي وسلم على نبينا محمد معكم معلمتكم فاطمة اليحية لمادة المهارات الحياتية والأسرية درسنا هو عن ركوب الدراجة ركوب الدراجة كما تشاهدون هنا بالصورة يوجد طالب يقوم بركوب الدراجة الهدف العام هو أن يتقن الطالب أو الطالبة مهارة ركوب الدراجة ويفرق بين الدراجات الأهداف الخاصة أن يتعرف الطالب أو الطالبة على مسببات حوادث الدراجات ولكن طلابي وطالباتي حتى نستفيد من درسنا لهذا اليوم هناك مجموعة من الأهداف التي يجب علينا اتباعها أولها لا أستخدم أي أجهزة أخرى أثناء حضوري للدرس بالرغم من عدم رؤيتنا لذميلاتنا وزملائنا والمعلمين وجه لوجه إلا أننا سنتمكن من التعلم معا حينما يبدأ وقت الحصة المباشر تأكد من استعدادك الكامل في مكان ملائم كما كنا ننصت للمعلم في الصف أيضا لا بد أن ننصت له في الدرس عن بعد من خلال الجهاز اللوحي لا بد أن أتأكد أن عقلي يفكر وأقوم بالتركيز مع معلمي أو معلمتي وعيني مشاهدة وألتزم الصمت وأذني ماذا منصتة إذن نبدأ الآن بتناول درسنا لهذا اليوم تعرفنا طلابي وطالباتي في دروسنا السابق على الدراجة وأنواع الدراجات وكيفية ركوبها أيضا اليوم سوف نتعرف على نقطة أخرى وهي عند ركوب الدراجة قد يكون هناك بعض الحوادث حتى لا تحدث هذه الحوادث ونصاب بالأذى هناك مجموعة من الآداب أو التصرفات التي يجب علينا اتباعها أثناء ركوب الدراجة أو ما هي مسببات هذه الحوادث أول ما سنتناوله هو عدم استخدام الجوال أثناء ركوب الدراجة هنا بالصورة تشاهدون الطالب يقود الدراجة وبنفس الوقت يحمل الهاتف المتنقل أو الجوال ويشاهده هذا التصرف طلابي وطالباتي خاطئ جدا لماذا لأن عند قيادة الدراجة لا بد أن يكون تركيزي على الطريق وماذا يوجد في الطريق هل يوجد حفرة هل يوجد شخص قد أصطدم به لذا لا بد أن يكون تركيزي على الطريق ولا أحمل الهاتف الجوال أو أي شيء آخر قد يشتت تركيزي أو انتباهي إذن عند قيادة الدراجة لا بد أن يكون ماذا عقلي وعيني مركزة ومشاهدة للطريق أيضا من مسببات الحوادث هي القيادة المتهورة للدراجة انظروا لهذا الطالب أو هذا الشخص هنا بالصورة يقود الدراجة في أماكن أو مناطق خطرة أو مرتفعات انظروا ماذا يفعل هنا يقود الدراجة عند منطقة سقوط أو هاوية أو يوجد حفرة أي كان إذن عند قيادة الدراجة لا بد أن أنتبه أين أقود الدراجة هل يصح أن أقود الدراجة عند الحفر أو الجبال أو المرتفعات التي قد أسقط منها أحسنتم لا يصح ذلك إذن عند قيادة الدراجة لا بد أن أقودها في أماكن مخصصة أيضا من مسببات الحوادث عدم وجود مكابح للدراجة انظروا هنا بالصورة كان يقودها بسرعة 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 ووجد أمام حفرة يريد التوقف يريد ضغط المكابح مكابح ماذا مكابح الدراجة ولكن تفاجأ لا يوجد في الدراجة مكابح ماذا ذكرنا سابقا عند ركوب الدراجة لا بد أن أرتدي ماذا أدوات أو أدوات السلامة هي الخوذة حذاء مناسب وقل الركبة واليدين والقفازات ولكن هنا لم يتأكد من شيء أخير وهو وجود المكابح لكي يتسنى له التوقف هكذا قد يكون يقود الدراجة هكذا يقود يقود شاهد حفرة يريد التوقف ضغط المكابح ولكن لا يوجد مكابح طلابي وطالباتي لا يوجد مكابح في هذه الدراجة ماذا حدث؟ ها ما تشاهدون هنا ماذا تشاهدون؟ لقد سقط لقد سقط إذن لابد من وجود مكابح للدراجة أيضا ما هي مسببات حوادث الدراجة؟ ما الذي ممكن أن يسبب لي الضرر؟ عدم التقيد بأنظمة المرور ماذا تقصدين معلمتي بأنظمة المرور؟ لنفكر معا ما هي أنظمة المرور؟ ذكرنا سابقا إشارة حمراء إشارة خضراء ماذا تشاهدون هنا بالصورة؟ ها؟ ماذا توجد؟ الإشارة ماذا؟ حمراء وماذا فعل هنا؟ قائد الدراجة قام بقاطع الطريق الطريق يقول له قف إشارة حمراء قف ولكن ماذا فعل؟ لم يتقيد بأنظمة المرور وقام بالعبور ماذا سوف يحدث؟ ماذا سوف يحدث طلابي وطالباتي له؟ سوف يصطدم بأحد المركبات سوف يتسبب بالأذى لنفسه أو للآخرين لذلك عند ركوب الدراجة لابد أن أتقيد بأنظمة المرور عندما أشاهد الإشارة حمراء أتوقف عندما أشاهد إشارة حمراء أتوقف إذن طلابي وطالباتي ذكرنا أن هناك مسببات لحوادث الدراجة ذكرنا منها عدم وجود مكابح في الدراجة لكي يتسنى للتوقف عند مشاهدة أي خطر أيضا استخدام الجوال أثناء قيادة الدراجة فهذا يجعلني أن لا أركز أيضا قيادة الدراجة حول المناطق الخطرة مثل ماذا يا معلمتي؟ مثل المرتفعات كالجبال أو عند الحفر أو حتى طلابي وطالباتي في المنزل عند خزان المياه في الأرض قد أشاهد خزان المياه في الأرض مفتوح غير مغلق أو غير مطبق عليه فأقوم بقيادة الدراجة حوله ماذا ممكن أن يحدث طلابي وطالباتي؟ قد أسقط إذن لا أقود دراجتي عند الأماكن الخطرة ماذا يوجد أماكن خطرة في المنزل؟ ذكرنا أنه يوجد خزان المياه المتواجد في الأرض عندما يكون غير مطبق مفتوح أبتعد عنه وأخبر أهلي بذلك ماما أو أبي انظروا يوجد خزان المياه غير مغلق مفتوح أرجوكم أغلقوه قد أسقط فيه أو قد يسقط أحد إخوتي إذن لا أقود الدراجة عند الخزان المفتوح ماذا يوجد أيضا في المنزل؟ أماكن خطرة لا أقود الدراجة فيها عندما أرى باب المنزل مفتوح وأخرج بالدراجة إلى الشارع لا يصح ذلك طلاب وطالباتي ماذا أيضا؟ عندما يقوم والدي أو والدتي أو أي أن كان يقوم بغسل في ناء المنزل أو ما يطلق عليه الحوش أو السور بالماء وأقوم بقيادة الدراجة ماذا قد يحدث؟ قد أنزلق وأقع لقد أصبت لماذا تقود الدراجة وسط المياه؟ قد تنزلق إذن لا أقود الدراجة في أماكن خطرة مثل المرتفعات كهاوية أو جبل أو عند حفرة في المنزل قد يوجد مياه أنزلق أو عندما يكون باب الشارع مفتوح وأخرج عندما تكون ماذا؟ فتحة خزان المياه المتواجد في الأرضية مفتوح غير مطبق إذن لابد أن ألتزم بأداب أو الأشياء أو التصرفات التي تحافظ على سلامتي من الضرر أثناء ركوب الدراجة حسنا طلابي وطالباتي أحضر الآن الكتاب والقلم لكي نفتح الكتاب على نشاط رقم 6 هيا هناك عدد من التمارين سنقوم بالتعاون وحلها معا هيا هل أحضرتم الكتب؟ أحسنتم طلابي وطالباتي السؤال هنا يقول ضع علامة صح أسفل صورة الطريقة الصحيحة لركوب الدراجة لقد تناولنا الطريقة الصحيحة لركوب الدراجة في دروس سابقة سنستذكرها الآن أي هم الطريقة الصحيحة لركوب الدراجة؟ هل أقوم هكذا بالاستلقاء على الدراجة كأنني نائم في السرير؟ لا طلابي وطالباتي لا يصح ذلك أقوم بركوب الدراجة بشكل صحيح ها أي هم الشكل الصحيح؟ من يذكرنا أو من يقوم بالإشارة على الصورة الصحيحة؟ أحسنتم هذه هي الطريقة الصحيحة لركوب الدراجة انظروا يديه على المقود عينيه مباشرة على الطريق لا يمسكه جوال أو أي شيء يقوم بإلهائه أيضا يديه على المكابح في حال تعرض إلى حفرة أو أي شيء يعرق لطريقة أيضا يرتدي الملابس والحذاء المناسب للدراجة التي تسهل عليه ماذا؟ ركوب الدراجة وتحريكها أيضا هنا نشاط رقم سبعة هيا هل هذه هي الوضعية المناسبة للتحكم الجيد بالدراجة عند صعود المرتفعات ضع دائرة حول العلامة المناسبة طلابي وطالباتي أنا الآن ماذا؟ أقود الدراجة ويوجد مرتفع أريد أن أصعد المرتفع أريد أن أصعد إلى المرتفع أنا هنا حسنا أنا هنا وأريد أصعد إلى المرتفع كيف أقود الدراجة؟ هل أقودها هكذا؟ هكذا مثل الصورة مثل الصورة هنا مثل الصورة هنا يقوم بالجلوس بشكل عادي بشكل عادي يقوم بالجلوس على مقود يقوم بالجلوس على كرسي الدراجة أو أقوم به هكذا بالاندفاع على الدراجة وأساعدها في الصعود إلى الأعلى أيهم التصرف الصحيح؟ يقوم هو بالصعود الآن إلى مرتفع هل يقوم بالجلوس على مقعد الدراجة أو يقوم بالضغط بشدة على محركات الدراجة لكي يستطيع الصعود لكي يستطيع الصعود ماذا يفعل؟ أحسنتم هذا هو التصرف الصحيح أن يقوم بالارتفاع عن المقعد والضغط بشدة أو بقوة على محركات الدراجة إذن التصرف السابق هنا غير صحيح غير صحيح أن أقوم بالجلوس في المرتفعات حسنا طلابي وطالباتي ذكرنا ما هي التصرفات الصحيحة أثناء ركوب الدراجة ماذا يجب علي أن أفعل؟ وماذا يجب علي أن لا أفعل أثناء ركوب الدراجة؟ وما هي الوضعية المناسبة لركوب الدراجة؟ وما هي الوضعية المناسبة لركوب الدراجة أثناء صعود المرتفعات؟ إلى هنا ننتهي من درسنا لهذا اليوم على أولياء الأمور تعميم المهارة من خلال مساعدة الوالدين لطفلهم على توفير الدراجة الهوائية في المنزل وتعليم كيفية ركوبها هنا مجموعة من التوصيات العمل على الإطلاع والمشاهدة على تكرار دروس المهارات الحياتية من خلال قنوات البث التلفزيونية ضرورة حرص الوالدين على متابعة الأبناء عند مشاهدة الحصص الالتزام بالمراجعة الدورية عند انتهاء الحصص جلوس الأهل مع الأبناء ومحاورتهم والاستماع إليهم وإلى ملاحظاتهم ومتابعة تقدم تحصيلهم الدراسي خلق بيئة منزلية محفزة للأبناء في المنزل نقل أثر التعلم من الحصص الدراسية إلى المنزل من خلال الأنشطة اليومية المنزلية إلى هنا طلابي وطالباتي ننتهي من درسنا لهذا اليوم إلى اللقاء موسيقى